الكنيسة التي دمرها تنظيم داعش عام 2015 تنفض اليوم غبار الحرب وتستعد لاستقبال المتعبدين من جديد حدث ما كان ليتحقق لولا جهود منظمة اليونسكو ودولة الإمارات لإعطاء نفس جديد لمدينة الموصل وذلك من خلال إعادة أعمار معالمها التاريخية كنيسة الطاهرة جزء من مشروع كبير جدا ونبيل وهو مشروع حياء روح الموصل الذي أطلقته منظمة اليونسكو في 2018 لأهمية هذا المشروع دولة الإمارات كانت أول دولة تنظم في 2018 بمبلغ وقدره 50 مليون دولار وبدأ المشروع بإعادة إعمار جامع النوري ومنارته الحدباء وفي سبتمبر 2020 بدأت تنفيذ المرحلة الأولى من ترميم كنيسة الطاهرة والمتمثلة في إزالة الأنقاض والذخائر غير المنفجرة وتأمين موقع المشروع بشكل كامل عملية لم يكن الهدف منها فقط إعادة بناء ملامح المدينة وبث الروح في موروثها المعماري فقد بعثت أيضا برسالة أمل للمجتمع الموصلي لا يقتصر المشروع على إعادة بناء المباني التاريخية الثلاثة فقط وإنما يمتد إلى بناء الإنسان وإشراك المجتمع المصلاوي المحلي في المشروع ومعاملته كعنصر رئيسي للمشروع الشيء الثاني اللي حب أكد عليه أن المشروع لهذا اليوم وظف ما يقارب ستمية عراقي مصلاوي والمستهدف للتوظيف في هذا المشروع هو ألف وظيفة ومع زيارة البابا لكنيسة الطاهرة يرى المشرفون على مشروع إحياء روح المصل أن هذه الخطوة ستشكل دفعة قوية لجهودهم في إعمار المنطقة وإعادتها رمزا للتآخي والسلام في العراق وللعالم بأسره شكرا